مرحبا بكم معكم لطفي من قناتكم نفتي تيك اليوم جيت وشارككم معي في القناة إلى مشكل يحدث تقريبا لجميع الحواسيب وأريكم كيف تصلحون هذا الحاسوب وبدون أن تأخذه إلى الصلاح هذه الطريقة طريقة بسيطة جدا وهو المشكل مشكل الباور جاكر وهو يمكن تغييره بطريقة سهلة لا تستدعي إلى أي خبرة ولا أي مفعول على بركة الله نبدأ بالترس أولا نقوم به هذا الحاسوب في المشكل في الباور جاكر كما ترون نريد أن نغير له هذه القطعة نقوم بفتح الحاسوب من برغي ترجمة نانسي قنقر 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 كذا نقوم بالنزال في شرقة الخاصة بالكيبورد في هذه الطريقة نقوم بفتح البراغي 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 هذا هو القطع التي كنا نريد ونريكم إياها هذه هي ننزحها بالله نقوم بنزل فيش خاصة بها أولا ننزحها من هنا نأتي إلى مكانية بيتها لنضبطها بعناية تبتها بغيرة نظروا هذه هي القطعة التي كنا نريد ونزعها بسبب هذه القطعة تغيرون الشاحن ولن تستفيد شيئا قبل أن نركب هذه القطعة أنا ما دامي أني قبل أن نغير هذه القطعة مدى فتحنا الحاسوب فتحناه ونقوم أيضا بفتح طغير معجون خاص بالبراسيسر لكي يبقى محافظا على طاقته قبل أن نضبط قبل أن نضبط المعجون كما ترون يبدو أن يصبح جامدا كالتراب نقوم بمسح المعجون قليلا نقوم بمسح قليلا نقوم بمسح بعناية كي لا تخرب قليلا نترك فيه بعض قليلا نقوم بمسح نقوم بمسح هذا هو المعجون الخاص بالتبريد يقوم بمسح كمية كبيرة يستعملها كثيرا نقوم بمسح أول شيء نقوم بمسح قبل أن نقوم بمسح قليلا نقوم بمسح لكي لا توقف نقوم بمسح نقوم قليلا نقوم بمسح هذا يكفي نقوم بمسح نقوم بمسح نقوم بمسح نقوم بمسح مستخدم نقوم بمسح نقوم بمسح ونقوم بمسح نقوم بمسح الان نعود الى القطعة الرسمية التي عملنا لها الفيديو هذه القطعة نأتي بالجديدة هذه القطعة تشبه القطعة الأخرى تماما من ناحية الشكل والحزم والطول لكن هنا فقط زرق لا علينا نقوم بوضع الفيشة الخاصة بها نقوم بوضع الفيشة الخاصة بها هنا من المكانها التي كانت فيه الأولى نقوم بوضع الفيشة الخاصة بها نقوم بوضع الفيشة الخاصة بها نقوم بوضع الفيشة الخاصة بها اشتركوا في القناة 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 هذه الفيشة الخاصة بالسماعات هذه الفيشة خاصة بالشاشة هذه الفيشة 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 اي Orgas اشتركوا في القناة 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 في القناة ساعدة المظهر نقوم برجاء البراغي وسنعوده اليكم بعد قليل سنعيدوا كل شيء المكان ونعوده اليكم بعد قليل سنعيدوا اليكم اصدقائي الان بعد اغلاق الحاسوب نقوم بتجربة باور جاكر الذي بدناه هل هو جيد ام لا انظروا كما ترون هو يستغل بيكمل وجه هكذا يستغل وزر الشحن يستغل لون احمر ها هو الحاسوب يستغل بكل امتياز مستغل لاريكم يقلي اين هذا الحاسوب الشحن ليش هن الى هنا ننتهي من الفيديو هذا اذا اعجبك الفيديو فلا تبقى العين بلايك او اعجاب او جام واذا كنت جديدا معنا فلا تنسى الاشتراك بقناة وتفعيل الجرس يصيلك كل جديد الى لقاء معكم لطريق من قناة نفتيتك